أعرف اليوم عن كيفية تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية تتكون الجملة من ثلاثة أشياء رئيسية قبل بداية تكوين أي جملة يجب أن نسأل أنفسنا ثلاثة أسئلة من الفاعل؟ ما هو زمن الجملة؟ ما هو المفعول به؟ أو ما هي الصفة؟ سوف نأخذ بعض الأمثلة مثال أنا ألعب كرة القدم أنا في العادة ألعب كرة القدم فأقول I هو الفاعل نسأل أنفسنا ثلاثة أسئلة من الفاعل؟ الفاعل هو أنا فيكون I ألعب فاعل مضارع فيأتي الفاعل في المصدر هو play play بدون أي إضافات ماذا ألعب؟ أنا ألعب كرة القدم فكرة القدم مفعول به فأقول football I play football I play football نأخذ مثال آخر أنا لعبت كرة القدم مثلا في الأمس أو منذ ساعة أو منذ عام الفاعل هو أنا الفعل في الماضي فنأخذ التصريف الثاني من الفعل فنقول played played نضيف ed ما هو المفعول كرة القدم؟ فنقول I played football I played football نأخذ مثال آخر أنا سألعب كرة القدم هذا في المستقبل مثلا بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد سنة فسأقول I هو الفاعل سألعب في المستقبل فأقول will play will play I will play football I will play football فبهذا انتهينا من الأوبجيكت كمفعول به دعونا نتكلم عنه كصفة مثلا أنا سعيد أنا سعيد فأقول أنا سعيد الفاعل هنا هو I أنا فأقول I هنا أنا سعيد سعيد هي الصفة ولكن أين الفعل؟ في اللغة العربية لا نقول أنا أكون سعيد ولكن في اللغة الإنجليزية نكون بوضع الفعل يكون فهو يكون الفعل verb to be وتصريفه مع I هو am فنقول I am happy I am happy فهنا الجملة تكون مقوانة من ثلاثة أشياء I هو الفاعل am هو الفعل happy هي الصفة أو object نأخذ مثالا آخر أنا كنت سعيد أنا كنت سعيد فنقول I كنت الماضي من كان I was happy أنا كنت سعيد نأخذ مثالا آخر أنا سأكون سعيد أنا سأكون سعيد I will be happy I will be happy verb to be مع I في المستقبل نقول will be I will be happy يمكنك الآن أخذ سكرينشوت لهذه الأمثلة وفي النهاية أصدقائي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ودعمنا بلايك تشجيعا لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر